عم تتخذوا منطق فرض الرأي أو فرض القوة يعني أنت بدك تمشي اللي أنت بدك يا لأنه عندك فأنت عم تحاول تمشي الأمور بمنطلق القوة مع أنه بعض الأمور تتطلب يعني بينك وبينها الشخص تتطلب بعض الدبلوماسية أو بعض المرونة واحدة من الأسباب اللي اللي سبب تخلل بالعلاقة أو مشاكل بينكم أنه أنتوا ما بتحكوا فعلاً شو هو اللي بتحسوا فيه تكتموا على مشاعركم من أجل أنه يعني تبان بشخصية أقوى يعني أنت بدك هو أيضاً بده يبان بشخصية قوية يعني بتحس أنه أنت بستعبر عن مشاعرك ما بدك تهين بكرامتك أو تنزل من كرامتك تجاه الشخص يعني بتعبر عن اللي بتحس فيه عندكم كرامة عالية أنتوا هالشخص أيضاً فيه تغييرات صارت من الناحية العطفية بينكم يعني ببداية التواصل بينكم وبداية العلاقة بينكم المشاعر كانت عالية بينكم التواصل بينكم كان كتير عالي ولكن فيه تغييرات مفاجئة صارت بينكم فيه لخبطة صارت فجأة خرب الوضع بينكم فجأة فممكن تكون أنت وهالشخص بديت بالعلاقة بسرعة وانتهت أيضاً بسرعة أيضاً أساسات العلاقة عم شوف بينك وبينها الشخص كان فيها شوي خامل أو كانت مهزوزة شوي لأن الكرت عندك مكرر مرتين بيهدك وبيهدك الأساسات بينكم ما اشتغلتوا عليها صح ما كنتوا من بداية العلاقة صار يحين مع بعض فالأساسات بينكم مش قوية كتير فمشان هيك صار فيه لخبطة بينكم أيضاً ممكن أنت تكون تشك فيه من الناحية العاطفية أنه هو مش يعني ممكن هو بيحكي لك أنه بيحبك أو إشي بس أنت ممكن يكون فيه عندك شك بحقيقة مشاعر هالشخص فهي أيضاً تعترر من الأساسات المهزوزة بالعلاقة خلينا نشوف شو هي خطوتك بالمستقبل عم شوفك عم تركز رح تركز على الأمور الإيجابية يعني فيه عندك بالمستقبل نظرة إلى الأمور ولكن من ناحية إيجابية يعني بدك تنظر على الجمال الإشياء على الإشياء الجميل الشيء وتركز عليه أيضاً عم شوف من ناحية الكومينيكيشن أو من ناحية التواصل فيه عندك رح يصير مع شخص تواصل كتير منيح شخص رح تتفاهم معه بيجوز هو نفس الشخص هيدا يصير فيه بينكم للمنفصلين رجوع وللي بينكم الوضع مش كتير منيح حالياً عم شوف من ناحية التواصل يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون أفضل ولكن عندك فارس القوينز أو فارس النقود حركته بطيئة شوي فخطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة ولكن عم شوفك رح تدرس الخطوات أكتر يعني قبل ما تتخذ أي قرار عم شوفك عم تدرس الأمور أكتر أيضا أنت بالمستقبل مركز على رح تركز على الجانب العاطفي عم شوف أنه أنت ناين أوف كوبس أنت بتفكيرك عم تطمح إلى كيف توصل إلى الرضا النفسي أو إلى الرضا الذاتي مع هالشخص وبعلاقتك مع هالشخص فبشوف من جهة برج الأسد البعض منكم فعلا بدوا يحط مجهود بها العلاقة أيضا الأبراج اللي ممكن تتعامل معها قبل ما إنسى قبل ما نشوف شو خطوات الحبيبة المستقبلية الأبراج اللي ممكن أنت هم تتعامل معها ممكن تكون أبراج نارية ولكن بتوقع أغلبية الطاقة النارية بالقراءة هي طاقتك ممكن بعم تكون عم تتعامل معها أبراج ترابية مش عم نشوف كتير أبراج مائية ولكن إلا غالبية ترابية وأيضا هوائية ممكن يكون مائي هالشخص ولكن مش كتير مبين عندي مائي وممكن يكون أي برج طبعا هاي فقط احتمالات بالنسبة لخطوة الحبيب القاتمة أو خطوته في المستقبل عم نشوف إنه هو مركز كتير على الجانب الروحاني هالشخص عم يحاول يتقرب إلى الله أكتر أو عم يحاول يعني يرتقي أو يعلى بروحانياته لأنه هو بده عم شوف بده أيضا يصلح الأمور معك من الناحية العطفية بده يكسبك كصديق هالشخص قبل قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم عم شوفه منعزل وإذا أنت بعلاقة جديدة غير هالشخص عم شوفه عم يراقب من بعيد علاقتك أو عم يشوف عم يشوف تحركاتك مع الأشخاص الجديدة بحياتك شخص عم شوفه حاليا منعزل منطوي على حاله عم يبحث عن أجوبة بالمجال الروحاني أو عم يحاول إنه يفهم آخر العلاقة بينكم شو هي لأنه مبين إنه هو بخطوة القادمة من ناحية المشاعر هالشخص في عنده مشاعر كتير فياضة في أوراق مائية هون كتير فمن ناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر لإلك أو كتير بيكن مشاعر لإلك إلى إنه عنده فهالشخص من ناحية العقلية مشوش لسه لسه مشوش لسه في عنده مخاوث داخلية أيضا عم يحس إنه هو بصراع عم يحس إنه في منافسة بينه وبين الأشخاص اللي حواليك أو في منافسة بينه وبينك تجاه إشيوعيا عم يحس إنه العلاقة بينكم فيها كتير من مش التناقض ولكن فيها كتير من من التحدي وهو عم يحس إنه دائما لازم يظهر بصورة قوية تجاهك هالشخص ولكن عم شوف إنه عنده هاي امرأة تتوتع بحنان عاطفي كتير كبير يعني هالشخص رح يكون متعاطف كتير بالعلاقة بينكم تجاه العلاقة يعني بينكم وتجاهك إنت شخصيا عم شوف إنه هو رح يكون كتير متعاطف مع المسألة وأيضا فقط هو في عنده شوي 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 مخاوف وبرانويا بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل فإنت وهو رح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم أو كيف تصلحوا الوضع بينكم عم شوف إنه إنت عندك النية وهو أيضا عنده النية إنه في كل تصليح للأمور والوضع بينكم أيضا عندك تنبرانس كارد تنبرانس كارد أيضا ترمز إلى إلى الشفاء يعني الكارتين هدول بيحملوا نفس المسج أو نفس الرسالة فإنت وهو بدكم توصلوا إلى نقطة وسط أو نقطة عدل أو نقطة تحلوا فيها الأمور بينكم بدنات من الناحية العاطفية لأنه في عندكم يعني في عندكم بالعاطفة برج الأسد بداية جديدة ممكن تكون مع هالشخص وممكن تكون يعني بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد أو شخص آخر ولكن عم شوف للبعض منكم برج الأسد اللي منفصلين أو اللي مش عم يحكوا مع الحبيب يعني في عندك بدايات جديدة أيضا طيب ممكن أنت عم تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء هالكارت بيتبع برج الجوزاء ممكن عم تتعامل مع برج السرطان هالكارت بيتبع برج السرطان ممكن أيضا عم تتعامل مع برج الثور أنه هالكارت عم يتبع برج الثور ايضا جميع الكروت التوضيحية بالبكهاد جميعها ميجر ارقانا او من الكروت الكبيرة يعني فيه تغيرات كبيرة رح تصير بينكمين هالشخص هلا نصوي بريكداون لكل كرت انتم هو رح تنحطه بمطرح في كل اختيار او رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او تختاروا انه ترجعوا لبعض او لا او تختاروا انه تصلحوا العلاقة مع بعض او لا يختلف الوضع من شخص الى اخر ايضا يعني فيه عندكم تقدم رح يكون سريع بس تجتمع طاقة الحبيب وطاقتك انت مع بعض الوضع الحركة بينكم التقدم بينكم رح يكون كتير سريع لانه هالورقة تحكي عن التقدم الى الامام وايضا رح يكون تقدم كتير سريع بالنسبة لهالكارت اخر كارت فيه عم شوف انه انه هو عم تذكره بالتزام جدي او ارتباط جدي لانه هالكارت كارت الزواج ولكن مش ممكن يعني بالضرورة انه يعني زواج ولكن باني شيء جدي يعني اذا انت وهو بعلاقة كاجول او علاقة عادية ممكن تتطور العلاقة الى انه يكون فيها ارتباط او استزام جدي ايضا البعض منكم اللي بعلاقة ممكن تتطور الوضع الى خطوبة او من خطوبة الى زواج الفكرة بها الكارت انه الامور يعني رح تطلع ستيب اعلى او رح تطلع خطوة اعلى فهاي تعقدكم المشتركة مع بعض كتير اه كتير مني حعم شوف في عندك بدايات بالحب بالعاطفة جديدة عم شوف البعض منكم اللي مش عم يحكي اه مع الحبيب في عندكم فرصة بدك انت تشوف اذا اه رح تستغلها انت وهالشخص ولكن في عندك فرصة اسوف كوبس في عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني اه صفحة جديدة وايضا الطاقة بينكم رح تكون كتير سريعة ففي اه فرصة لبرج الاسد كتير عالية ببدايات حب اه جديدة وايضا تواصل تواصل كتير سريع وكتير وكتير منيح اوكي احباي ببرج الاسد بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكاين ان شاء الله رح يوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جدا اشتركوا في القناة